بالنسبة للإنسان أو المرأة إذا دخلت مصلى النساء تقول وجدت في الصف الأمامي فرجة ممكن تتحرك إليها نعم يا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجال أفضل خطوة مشاه الرجل في الصلاة إلى فرجة فسدها هذه أفضل خطوة يفعلها وهذه من الحركات المشروعة في الصلاة ما تبطل الصلاة حتى العلماء قالوا لو كان مسافة بعض العلماء يمنع إذا كان المسافة طويلة يحددها بعضهم بذراعين وبعضهم بثلاثة يعني كلام الفقه ما في دليل عندنا نصوص بأن الإنسان إذا رأى فرجة في الصف سدها فله الأجر والثواب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصله الله وهذا من صلة الصف أو من خطوة هذه سبب من أسباب اتصال الصف كذلك خير خطوة مشاه الرجل إلى فرجة في الصف فسدها فتتقدمين بارك الله افترضنا أنت الآن في الصف الثاني وقدامك فرجة تتقدمين حتى لو كبرت أو صف الأول مليان وانت في الصف الثاني ثم طرأ على إحدى المصليات شيء راحت تجدد وضوءها أو نسيت تتوضى وطلعت مثلا انت تتقدمين بارك الله فيك إلى الصف الأول وتسدين هذه الفرجة ترجمة نانسي قنقر